A particle moves at a constant speed in a circular path. إذن لدينا حركة دائرية ومنتظمة with radius of 2.06 centimeter. If the particle makes four revolutions each second. إذن هذه معلومة عن قيمة السرعة. إذن أربع دورات في الثانية. What is the magnitude of its acceleration. بطابة الأكسلرات المركزية والمطلوب. إذن قيمتها العددية. إذن V تساوي أربع دورات في الثانية. هذه بطابة speed. دورة واحدة إذن البريمتر لضائرة. إذن 2πR. R هو radius. إذن أربع مرات هذا الطول. بالمتر بالثانية. هذه وحدتها بالمتر بالثانية. إذن عددين هي 8π ضرب R. التسارع المركزي هو V تربيع تقسيم R. V تربيع هي 8πR. الكل تربيع. إذن لدينا هذه الكل تقسيم R. R تربيع على R يعطيني R. إذن عدديا نطبق مباشرة ونتحصل على التسارع بالمتر بالثانية تربيع. إذن 8 تربيع هو 64. ضرب π تربيع. ضرب ريجوس محول إلى المتر. إذن سنتيمتر محول إلى المتر. ضرب 10 أوسل 2. ويعطينا في الأخير 13 متر بالثانية تربيع.